السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي العزيزات مرحبا بكم مرة أخرى في قناة عالم سعاد منصور أخواتي العزيزات اليوم إن شاء الله سنشارك معكم كابكيك بالقرعة الحمراء والوصفة هي من أشهر الوصفات اللي كيديروها الكنديين بكثرة في فصل خريف لأنك تكون القرعة الحمراء موجودة بزاف يمكن جيكم فكرة الكابكيك بالقرعة الحمراء غريبة شوية لكن إلا جربتها ستعجبكم بزاف كي يأتي ورطبين وخفاف والمضاق كي يأتي رائح وعلى بركة الله نبدأ الوصفة اليوم سنأخذ 240 جرام ديال الفورس أي الدقيق الأبيض طبعا الدقيق مغربيل وغادي نزيد عليه 100 جرام ديال السكر ساندة وغادي نزيد عليهم جوج معالق صغار ديال الخميرة الحلوة هي الباكين باودر أو لباكية الخميرة وحدة نزيد عليهم ملعقة صغيرة ديال بيكاربونات سودا وهذا الكابكيك عندهم وحدة توابيل خاصة كتوبة فيهم توابيل ديال تارت القرعة الحمراء ندير منهم ملعقتين صغيرتين ونزيد عليهم ملعقة صغيرة ديال القرفة وملعقة صغيرة ديال سكنجبير بودرة أي زنجبيل لمنقاج التوابيل اللي نديره في الحلويات ديال القرعة الحمراء سنخللي لكم الوصفة في صندوق الوصف سنخلطو هاد النواشف ونخلوهم جانبا سناخدو إناء آخر ونديرو فيه ميتين وعشرين جرام ديال السكر بني سنزيد عليها 425 جرام ديال القرعة الحمراء مهروسة أي بيوغي بيوغي ديال القرعة الحمراء كاتباح حاضره لما نقيتها سنخللي لكم الطريقة باش تصوبوها في صندوق الوصف نزيد ملعقة صغيرة ديال فانيلا سائلة أو باكية وحدة من سكر فانيلا نزيد ميتين وخمسين ميلي لتر زيت المائدة نزيد أربعة البيضات وكم قوم تربو تنحصلوا على خلاة متجانسة كيف تشوفو في الأول كيكون الخلاة تعقد لكن كم قوموا نطربو فيه حتى كيولي سائل يمكن جيكم كمية الزيت كثيرة لكن هذوك هم المقادر هذوك يعطيو عشرين حباء تقريبا وغدي يخصكم جوجلات ديال الكاب كيك غدي ناخدو هذ الخلاة السائل وغدي نضيفوه على الدقيق غدي نبقوا نحركوه في هذ الخلاة حتى يتجانس الدقيق مع الخلاة السائل هنا أخواتي خذكم تردو البال ما تطربوش هذ الكاب كيك بزاف باش ما يجيش تقيل تطربوها غير بشوية باش جي هذ الكاب كيكا خفيفة كير ريشها من بعد غدي ناخدو هذوك اللاطات ديال الكاب كيك وغدي نفرشو هذوك الكويخ تات وغدي نبدأ نعمروا ثلاثة الأرباع ديال هذ الكويخ تات نشتعمروا هذ الكاب كيك ستعملوا من الأحسن بالعقاة ديال الايس كريم ندخلهم يطبو فران الحرارة دياله 350 فارانايت 180 سلسوس ومدة 15 حتى العشرين دقيقة كيف كتشوفو الكاب كيك طابو خرجناهم الفران ودبا غدي نصوب الكريم اللي غنزينو بها هذ الكاب كيك ناخدو ميتين وخمس وعشرين جرام ديال الفرماج كريمي اي فخوماج الاكريم نزيدو عليها ميوخمسين جرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ نزيدو واحد قبزة الملح وكنزيدو ملعقة صغيرة ديال الفانيلا سائلة بعدين نبدو نطربو الزبدة مع السكر حتى نحصلو على واحد الكريمة خفيفة كيف كتشوفو هكا خاصة تكون الكريمة خفيفة نزيدو على هذ الكريم ميتين وسبعين قرام ديال السكر ونطربو السكر مع هذ الكريمة حتى يجانسو وتولي عدنا كريمة خفيفة كريمة ديالنا حضرات غدين ناخدو هذ الكيس اي البوشا دوي وغدين نديرو فيها هذ الكريمة وغدين نبدو نزينو الكابكيك ديالنا هذ الكريمة انا درتها في الكيس وحطيتو شوية في تلاجة باش هذ الكريمة تشد راسة هذ الكريمة خاصها ديما تبقى في تلاجة باش مدوبش كريمة ديالنا هي واجدة في الكيس ودابا غدين ندون زينو الكابكيك كبكيك 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 والمضاقرة رائع نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وادعوكم للاشتراك في القناة لان هناك فيديوهات مهمة ومتنوعة ان شاء الله ضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد دم دم في رعاية الله والى لقاء جديد باذن الله